موسيقى موسيقى أصدر الرئيس عبدالفتح السيسي قرارا جمهوريا بتعين طارق عامر مفتشارا لرئيس الجمهورية هذا وقدم الرئيس عبدالفتح السيسي الشكر لطارق عامر على مبذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه من جنبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس السيسي على مساندته له خلال فترته حيث أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة والاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتح السيسي اشتركوا في القناة اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة جاءت تصريحات مدبولي خلال تفقده عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبو صير التابعة لمركز برغ العرب بمحافظات الإسكندرية وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من رئيس أسيسي بالمضي في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة المواطنين مشددا على حرص الحكومة على متابعة سير مشروعات تلك المبادرة الرئاسية المهمة في كفة المحافظات للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمانية المقررة وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروعات حياة كريمة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظات الإسكندرية حيث أكد مساعد رئيس الهيئة اللواء أشرف حصني أن الهيئة تنفذ 86 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية في أربع قرى وخمس واربعين تابعا بمركز برغ العرب بالإسكندرية تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 27 مشروعا حتى الآن بنسبة تنفيذ تصل إلى 68% وجاري استكمال باقي المشروعات وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا سير العمل بالمشروعات الجارية تنفيذها بمناء الدخيلة وفي مستهل جولته بالمناء أكد رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهة المعنية حيث يتم تطوير وفقا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزا عالميا لاتجارة واللوجيستيات باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر وخلال زيارته لميناء الدخيلة بالإسكندرية اليوم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مبنى الهيئة العمال لرقابة على الصادرات والواردات بالميناء اطلع رئيس الوزراء خلال جولته على الجهود التي قامت بها الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة وما تضمنه ذلك من إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناء الإسكندرية والدخيلة من جنبه أكد رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار أن المبنى يضم 29 معملا تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعددا من المجالات الجديدة والتي تتوجد الأول مرة في مصر وشرق الأوسط كما قام رئيس الوزراء بزيارة إلى ميناء الإسكندرية وتابع تطبيق المنظومة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية وتفقد رئيس الوزراء مبنى الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية الذي يتم من خلاله تطبيق النافذة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية ومن بينها ميناء الإسكندرية كما تفقد المركز اللوجستي المطور بالميناء في إطار توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريج كليات الأكديمية العسكرية وقع مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الإسكندرية في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية وذلك بحضور قائد القوات البحرية ويهدف الفروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا من خلال التعاون العلمي والبحثية فيما بينهما مما يسهم في تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكل الجانبين حضر مرسم توقيع الفروتوكول عدد من قدرة القوات المسلحة ومحفظ الإسكندرية وعدد من مسؤول جامعة الإسكندرية تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السيرة الرسمية تم كانت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 82 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 145.5 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 709 قضايا من بينها 149 قضايا خبز نقص الوزن و 121 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 101 طن أقمح محلية أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عشور نتائج تنصيق المرحلة الأولى لتنصيق الجامعات الحكومية والمعاهد وأوضح عشور أن الحد الأدنى لشعبة العلوم للمرحلة الأولى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.2% بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة الرياضيات للمرحلة الأولى 341 فأكثر بنسبة 83.17% هنبتدي بالشعبة العلمية الكلية كلية الطب البشري الحد الأدنى لقبول 375.6 درجة بنسبة 91.6 طب الأسنان 374.5 درجة بنسبة 90.3% العلاج الطبيعي 372 درجة بنسبة 90.73% الصيدلة 369 درجة بنسبة 90.3% الهندسة 343 درجة بنسبة 83.65% بالنسبة بالنسبة للشعبة الأدبية أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عشور أن الحد الأدنى للشعبة للمرحلة الأولى وصل إلى 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% بالنسبة للشعبة الأدبية بالنسبة للشعبة الأدبية الأعلام 316 درجة بنسبة 77.3% أما كلية الأثار فكان حدها الأدنى 315 درجة بنسبة 76.82% الفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.78% وفيما يخص المرحلة الثانية قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عشور أن المرحلة الثانية لتنصيق ستبدأ غداً الخميس بنفسها ضوابط تنصيق المرحلة الأولى وأوضح عشور أن المرحلة الثانية للتنصيق تستمر حتى يوم الاثنين الثاني والعشرين من أغسطس وتستقبل 269 ألفاً ومئتان واثنين طالب بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة وللشعبة الأدبية 238 درجة سنبدأ من البكرة بإذن الله الخميس 18 أغسطس نتلقى رغبات ولادنا في المرحلة الثانية وفقاً لما أعلنناها وحتى يوم 222 أغسطس باسد الله تقريباً المرحلة دي وفقاً للمجميع المعلنة سنقبل 269 ألف ومئتان واثنين طالب منهم في الشعبة الأدبية 45 ألف وتسعمائة وتمانية والشعبة العلمية 223 ألف مئتان أربعة وتسعين طالب إن شاء الله من جنبه أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبدالغفار أن الطالب يحتفظ بحقه في تنسيق وفقاً للدرجة التي حصل عليه أو عليها بعد عملية التظلم فيما يتصل بنتاج التنسيق رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب الذين تقدموا بتظلمات لوزارة التربية والتعليم أي طالب يحصل تغير في النتيجة بخطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم وبجنة بشكل رسمي الطالب يحتفظ بحقه في التنسيق وفقاً للدرجة التي حصل عليها من وزارة التربية والتعليم أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانويات العامة للدور الثاني للعام الدراسي الحالي وأوضح المركز أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي في موعيدها المحددة وفقاً للجدول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت العشرين من أغسطس الجاري لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وستنتهي يوم الثلاثاء الثلاثين من الشهر ذاته دون أي تغيير أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة مصر إلى جمهورية تونس الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قابول مشروع نص الدستور الجديد أكدت الخارجية أن إعلان قابول الدستور الجديد يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلاه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد كما أكدت دعم مصر وتضامنها مع تونس من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلنت قابول مشروع الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 94% وبذلك يدخل الدستور الجديد حيث تنفيذ ويرسم معه ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها رئيس قيس سعيد نحو جمهورية جديدة تسير تونس على الخطة الصحيحة وذلك بعد قبول النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت رسميا قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 94% ليدخل بذلك الدستور الجديد حيث التنفيذ ويرسم معه ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد فمن دون أحزاب فاسدة أو جماعات صاحبة أيدولوجيات محددة يضع الدستور الجديد قواعد لبنيان جمهورية صلبة بحسب مراقبين المراقبون ذاتهم ارتأوا أن الصلاحيات المعززة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد سيضمن استقرار الدولة التونسية ومؤسستها ويقطع الطريق على الفساد والمنظومات السياسية الفاشلة والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة واقتصادها علاوة على وقف ضرب النموزج المجتمعي والثقافي التونسي خارج الدستور الجديد إذن بعد حوار مجتمعي واسع أدل الجميع فيه بدلوه وأعطى كل تونسي فيه برأيه وفوق كل ذلك كان القانون فوق الجميع بنظره للطعون المقدمة ضد نتائج الاستفتاء ليصبح شعار جمهورية تونس الجديدة بين كلمتين الدستور والقانون قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلفة نجيب ميقاتي أن هناك وجهة نظر متقاربة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون حول تشكيل الحكومة الجديدة جاءت تصرحات ميقاتي عقب لقائه بالرئيس اللبناني بقصر الرئاسة بيب عبد لبحث التشكيلة الحكومية والأوضاع الاقتصادية في لبنان أكد ميقاتي أنه قدم في 29 يونيو الماضي إلى الرئيس تشكيلة للحكومة موضحا أن الحديث متواصل بشأن تشكيل الحكومة تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من تفكيك شبكة الغامن من مخلفات قوات الحوثي في محور حيس جنوب محافظة الحديدة وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا عثر على شبكة الغامن حوثية مضادة للدروع جنوب المحافظة وبشر في نزعها وتفكيكها يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المشروع السعودية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مسام اكتشاف حقل ألغام مضادة للدروع زرعته قوات الحوثي في غرب محافظة تعز مشيرا إلى أن فريقه خلال الأربعة أشهر الماضية تمكن من تفكيك ثمانية حقول للألغام ومستمر في مهمته الإنسانية حتى يتم تأمين كفة الأراضي الملغمة على امتداد السحل الغربي لليمن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم احتياجات السكان التي تهدد بالاقتراب من خطر المجاعة ونقص تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن بنامج الأغذية العالمية اضطر إلى خفض حصص الإعاشة لملايين الأشخاص باليمن في شهر يونيو الماضي نتيجة للثغرات الحرجة في التمويل وكان هذا ثاني خفض غذاء كبير في غضون ستة أشهر فقط وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بحلول نهاية يوليو 29% من المبلغ المطلوب البالغ نحو 4 مليارات و 270 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لليمن نجحت قوات الجيش الصومالية تنفيذ عملية عسكرية بأحدى قرى محافظة شبيل السفلة جنوب البلاد مما أسفرت عن مقتل عشرة عناصر إرهابية وإصابة 15 آخرين وكشف قائد القوات المسلحة الصومالية عن ضبط زخئرة ومعدات كانت بحفظة الإرهابيين مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تقرى في جميع أنحاء البلاد لمحاربة حركة الشباب الإرهابية وستستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يقتبئون فيها أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الحوار الوطني أولوية قصوى لمعالجة الأزمة مشددا على ضرورة وضع خريطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح الوطن وأكد الرئيس العراقي أن استمرار الوضع القائم حاليا غير مقبول ويتطلب التجاوز الخلافات وأكد الرئيس العراقي أن احترام إرادة الموطنين هو أساس الخروج من الأزمة السياسية جاء ذلك خلال تواصل أعمال جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى القادمي قادة القوى السياسية الوطنية وإلى ذلك قررت المحكمة الاتحادية تأجيل موعد البث بدعوة حل الفرلمان وأوضحت وسائل إعلام عراقية أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل موعد البث بدعوة حل الفرلمان إلى 30 من الشهر الجاري كانت الكتلة الصدرية قد تقدمت بدعوة قضائية في وقت سابق مطالبة بحل مجلس النواب أعلنت القوة الأمنية العراقية انطلق عملية أمنية لمنع تسلل العناصر الإرهابية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد أوضحت القوة الأمنية العراقية في بين لها أن قوة مشتركة من قيدة عمليات صلاح الدين انطلقت بعملية أمنية لتأمين المناطق المحادية لنهر ديجلة شرق قضاء بيجي بالمحافظة لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا خلايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي موطني من الاقترابي من المنشأة العسكرية الروسية ومواقع تخزين الزخيرة والمعدات وألمح زيلنسكي إلى العمليات الأوكرانية التي تتم خلف خطوط القوات الروسية وذلك في إشارة إلى الانفجارات التي وقعت في مستودع روسي للدخيرة في شبه جزيرة القرم والتي لم تعلن كياب مسؤوليتها عنه صراحة وقال زيلنسكي أن أسباب الانفجارات في الأراضي الأوكرانية الوقعة تحت سيطرة روسيا يمكن أن تكون متنوعة مشيرا إلى أنها تحمل معنا واحدا وهو تدمير الخدمات اللوجستية للقوات الروسية وذخائرها ومعدتها العسكرية وغير العسكرية ومراكز القيادة في المقابل قالت الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة زابوريجيا التابعة لقوات الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مجددا حاويات النفايات النووية في محطة الطاقة الذرية وحذرت الإدارة العسكرية المدنية من إمكانية تصرب النفايات النووية جراء القصف المستمر من قبل قوات كييف ما سيشكل كارثة خطيرة من جهة أخرى أعلنت السلطات في دونتسك مقتل إثنين وإصابة آخرين من المدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الأقليم خلال الساعة الماضية في تلك الأثناء انتقدت روسيا عدم زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية وقالت المتحدثة باسم الخارجي روسيا ماريا زخاروفا أنها لا تفهم سبب عدم تمكن وفد الوكالة الدولية من زيارة المحطة النووية على الرغم من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة أوكرانيا غدا منوهة إلى أن وفد الوكالة الدولية جزء من منظومة الأمم المتحدة وشددت زخاروفا على أهمية زيارة وفد الوكالة الدولية للمحطة لرصد ما يحدث حولها وما تقوم به القوات الأوكرانية فيما يتعلق بسلامة المحطة أعلنت شركة إدارة المحطات النووية الروسية أن محطة الطاقة الذرية في مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا عادت للعمل بشكل كامل وكانت مصادر روسية قد أعلنت قيم مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير ستة أبراج لخطوط الكهرباء التي تغذي المحطة النووية الواقعة في منطقة كوتشاتوب بالمقاطعة وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قد أفادت أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية مؤكدة أن الحرس الوطني الروسي عزز أمن منشأة الطاقة النووية يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو قاتيريش غدن زيارة إلى أوكرانيا في إطار المساعدة الدولية لحل الأزمة الأوكرانية وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام سيلتقي الرئيس بلادي مازل ناسكي في مدينة لفيف فور وصوله لبحث الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وبحث سبل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية هذا ومن المقرر أن يزور جوتاريش الجمعة المقبلة أيضا ميناء أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود حيث استؤنفت صادرات الحبوب بموجب الاتفاق الدولي بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيري الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف خلال اتصال هاتفي احتياجات أوكرانيا الفورية وعلى المدى الطويل من المساعدات الأمنية وخلال الاتصال استعرض الوزير الأوكراني التحديثات الخاصة بالموقف في أوكرانيا كما بحث الجانبان التخطيط للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وتعهد بمواصلات الاتصالات الوثيقة بين الجانبين أعلن مسؤول حكومي أوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على أقليم أوديسا جنوب غربي أوكرانيا وأضف المسؤول أن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وطاع عرضت مباني سكنية لحرائق ودمار مشيرا إلى أنه تم إرسال ما يصل إلى سبع وحدات من أفراد الإطفاء للتعامل مع أثار القصف الصاروخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويقفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتمعية غادرت اليوم أربع سفن محملة بزيت دوار الشمس والزرع من آية شورنو مارسك وأودسا الأوكرانيين وذلك في إطار اتفاق تصدير الحبوب الذي تم برعاية الأمم المتحدة يأتي ذلك بعد يوم من مغادرة خمس سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية من بنيها أول سفينة محملة بالحبوب إلى أفريقيا وكان ثلاث موانئ أوكرانية على البحر الأسود قد تم فتحها الشهر الماضي للمساعدة في تصدير مئات الألاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى الخارج قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن وقف الجوع في العالم يتطلب إجراءات أكثر من مجرد نقل السفن للحبوب إلى خارج أوكرانيا وأضف بيزلي أن منطقة القرن الإفريقي تعد واحدة من العديد من المناطق حول العالم التي تضررت من التوقف شبه الكامل لتضفق الحبوب والأغذية الأوكرانية في الأسواق العالمية ما جعل الحياة فيها أكثر صعوبة بالنسبة للأسر التي تكافح بالفعل مع تزيد الجوع وذكر برنامج الأغذية العالمية أن العالم ما زال يوجه أزمة أغذاء غير مسبوقة على رغم من هذه التطورات الإيجابية وصف البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشريع خفض التضخم في العاصمة واشنطن بأنه أكبر التزام بالحد من التغيير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة أكد البيت الأبيض أن شأن هذا التشريع أن يحدث تغيرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ما يجعل النظام الضربي أكثر إنصافا في الولايات المتحدة يتي هذا بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزم للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليصا بعثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتي الجملة والتجزئة سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد وقال وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندر غيل قال إن الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة بتنظيم من الدولة سيسمح بتوسيع الإمدادات لسكان وتنويعها وسيسهم في انتعاش الصناعة الوطنية وبحسب الإجراءات الجديدة يمكن لشركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100% لمستثمرين من القطع الخاص لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المقتلط المعمول به في الجزيرة والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد في نشرة الثالثة وعودة إلى جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإسكندرية وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التليفزيون المصري سالي سالم سالي مساء الخير وبعد التحية يعني صفي لي المشهد وصفي لي هذه الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم مصطفى مدبولي إلى الإسكندرية نعم تحياتي لك دينا ولمشاهدين الكرام كما ذكرت جولة مكثفة لدولة رئيس الوزراء منذ الصباح الباكر نتابعها في هذه المحافظة عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية هذه الجولة التي بدأت بتفقد إحدى قرى مبادرة حياة كريمة وهي قرية أبو صير والتي تضاف إلى ثلاث قرى أخريات ضمن هذه المبادرة داخل مركز برج العرب التابع لهذه المحافظة وتبلغ تكلفة التطوير وتنفيذ هذه المبادرة داخل هذه القرية تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه تخدم ما يزيد عن 150 ألف مواطن داخل هذه القرية عدد من المشروعات التنموية والبنية التحتية القطاع الطبي والصحي داخل هذه القرية ومن خلال حديثنا مع عديد من الأهالي داخل هذه القرية رصدوا لنا كم الإهمال الذي كان يحدث داخل هذه القرية في السنوات الماضية وما حققته هذه المبادرة خلال عام واحد من طفرة نوعية وتفرة خدمية داخل هذه القرية ثم انتقل دولة رئيس الوزراء بعد تفقد مركز خدمة المواطنين ووحدة طب الأسرة وأيضا عدد من النقاط داخل هذه القرية انتقل إلى ميناء الدخيلة والذي تفقد به عدد من النقاط وذلك في إطار التطوير الذي يحدث للموانئ المصرية وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس لتطوير الموانئ لتقصير والإسراع في مدة الإفراج الجمهورية تفقد دولة رئيس الوزراء بصحبة وزير النقل وأيضا وزير المالية رصيف مشروع إنشاء رصيف الصب الجاف وأيضا إنشاء رصيف رقم 100 وهذا الرصيف الذي تم توقيع البروتوكول الخاص به الإسبوع الماضي باجتماع الحكومة الإسبوعية وهو الخاص بإنشاء محور متكامل وهو السخنة الدخيلة محور لوجستي متكامل للحاويات للربط بين البحرين الأبيض والمتوسط عدد من النقاط التي تم تفقدها داخل هذا الميناء وهو ميناء الدخيلة أيضا تفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات ثم انتقل دولة رئيس الوزراء بصحبة وزراء الحكومة إلى ميناء الإسكندرية وتفقد محطة تحية مصر لمتعددة الأغراض على رصيف 55 على 60 وتفقد أيضا عدد من النقاط داخل هذا الميناء لعملية تطوير الموانئ المصرية والإسراع في عملية الإفراج الجمركي ثم انتقل دولة رئيس الوزراء إلى محطة مصر والتطوير الذي يحدث لهذه المحطة باعتبارها من أهم مرافق النقل للمواطنين وما يتم من تطوير في المساحات الخارجية لهذه المحطة أيضا انتقل دولة رئيس الوزراء لتفقد حلقة السمك بيئة الإسكندرية والتطوير الذي يحدث لهذا السوق والعملية التي تحدث من تنظيم لهذا السوق بعدما كان عشوائيا فترة طويلة من الزمن وإنشاء هذا السوق يرجع إلى عام 1800 ويلابد من التطوير أيضا انتقل دولة رئيس الوزراء بصحبة المستشار عمر مروان وزير العدل وأيضا وزراء الحكومة إلى محكمة الإسكندرية والتي تأثرت بالحريقة الذي حدث في أحداث 2011 وهذه المحكمة التي قضعت إلى عملية تطوير شامل وميكانة لما يتواكب مع التطور الذي تقوم به الدولة فيما يتعلق بالميكانة ثم انتقل إلى تفقد أيضا عدد من المواقع داخل هذه المحافظة للوقوف على أهم ما يتم في المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي تتم لهذه المحافظة هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بجولة دولة رئيس الوزراء في محافظة الإسكندرية نعم شكرا لك جزيل شكرا مراسلة التليفزيون المصرية سالي سالم أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها سترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة وبالتزام أطلقت الصين مناورات عسكرية جديدة اليوم حول جزيرة تايوان وأكد مصدر عسكري صيني أن تدريبات ستتواصل حتى الجمعة المقبل وتأتي التدريبات الجديدة غدا تنتهاء خمس مناورات عسكرية حول الجزيرة وبالقرب من مضيق تايوان وتتواصل التدريبات العسكرية للجيش الصيني والمناورات باستخدام الذخيرات الحية حول الجزيرة منذ الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بروسي تعتزم حكومة اليابان والصين إجراء محادثة أمنية رفيعة المستوى بينهما في بكين حيث يسعى الطرفان إلى تجنب المزيد من التدهور في العلاقات بعد تدريبات العسكرية الرئيسية التي أجرتها بكين بالقرب من تايوان في وقت سبق من هذا الشهر وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أنه خلال الاجتماع المرتقب بين مستشار الأمن القومي الياباني وكبير الديبلوميسيين الصينيين يانج جيتشي من المرجح أن تعبر توكيو فيه عن قلقها إزاءة تدريبات التي أجرتها بكين احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي إلى تايوان وتؤكد أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان أفاد مسؤول عسكري كوري جنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من طراز كروز باتجاه البحر الأصفر وأشار إلى أن مسؤولي المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجرون تقييما بشأن هذا الإطلاق مع الحفاظ على موقف الحلفاء الثابت وجاء إطلاق الصاروخين في الوقت الذي بدأت فيه القوات الأمريكية والكوريا الجنوبية تدريبات أولية قبل تدريباتها السنوية التي تبدأ يوم الثنين المقبل بعد تدريبات عسكرية مشتركة أعلنت عنها الولايات المتحدة وضمت حليفيها الياباني والكوري الجنوبي في جزر هواي بالمحيط الهادي أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز على ما قالت وزارة الدفاع في سول وهو أول اختبار للأسلحة تجريه بيونج يانج منذ أسابيع مسؤول في وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية قال إن نظيرتها الشمالية أطلقت صاروخي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطع بيونجانج الجنوبية وأن السلطتين العسكريتين الأمريكية والكوريا الجنوبية قامت بتحليل مواصفات تفصيلية جراء هذا الاختبار وفي أول تعقيب له على التجربة جدد الرئيس الكوري الجنوبي يونسوكيول دعوته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية مؤكداً أن كوريا الجنوبية ليست في وضع يمكنها من ضمان أمن كوريا الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها النووية وفي محاولة لمواجهة التهديدات في شبه الجزيرة الكورية قالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق إن التدريب المشترك الذي جرى في الفترة من السامن وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري تضمن التدريب على الإنذار الصاروخي وتعقب الصواريخ الباليستية في المحيط الهادي وكذلك تبادل المعلومات والبيانات التكتيكية حسب الاتفاقية السلاسية بين واشنطن وتوكيو وسول لتبادل المعلومات تجارب الصاروخية وتدريبات عسكرية تأتي على وقع تحديات متزايدة تشكلها كوريا الشمالية والصين حيث تقوم الأولى بتجارب صاروخية متوسطة وبعيدة المدى الأمر الذي يعتبره حلفاء واشنطن تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي بينما تواصل الصين إجراء مناوراتها العسكرية حول جزيرة تايوان يكفح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق التي اندلعت شرقي إسبانيا وأظهرت لقطة المصورة رجال الإطفاء وقد فروا مع اقترابي ألسنة اللهب أثناء مكفحتهم حرائق الغابات العنيفة في مقاطعة كاستيلون بشرق إسبانيا واستدعت السلطات أفرادا من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية لمساعدة رجال الإطفاء المحليين في مكفحة الحرائق في المنطقة فيما أظهرت لقطة أخرى إجلاء السكان في حافلات يشار إلى أن حرائق الغابات قد دمرت حوالي 615 ألف الدان من الأراضي في إسبانيا هذا العام وفي لندن تحولت ملاعب كرة القدم بالكامل إلى أرضية صفراء بسبب موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد ويتبر التقص في إنجلترا خلال يوليو الماضي الأكثر جفافا منذ عام 1935 مع هطول 35% من كمية الأمطار المعتدة وفي باريس أغرقت مياه السيول والأمطار محطات مترو أنفاق باريس بعد عصفة رعضية شديدة وتساقط كميات كبيرة من الأمطار ما تسبب في إغلاق المترو انطلقت القافلة الطبية المجانية بالمركز الحضرية بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وتتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي مدينة أبو زنيمة في جميع التخصصات الطبية يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاق بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمة الطبية للمناطق الأكثر احتياجا تفقد محافظ ألمينيا أسامة القاضي عددا من المشروعات الجارية تنفيذها بمركز ملاوي ضمن المشروع القومي لتطوير ريف المصري حياة كريمة وخلال الجولة أوضح المحافظ أنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروعات في 19 قطاعا بقرى مركز ملاوي حيث يستهدف المشروع تطوير 192 قرية ب757 تابعا مشيرا إلى أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة بشكل يومي للوقوف على نسب التنفيذ ومعدل الإنجاز والقضاء على أي معوقات توجه المبادرة الرئاسية لتسيير المشروعات وفقا للجدوى الزمني المحدد انطلقت قافلة طبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 236 حالة بمختلف التخصصات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر تحول اليوم ذكرى ميلاد المخرج حسين كمال واحد من أهم مخرجي السينما في مصر أخرج حسين كمال حوالي 30 فيلما تعد من علامات السينما المصرية والعربية اشتركوا في القناة مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية شكراً لتصيب المتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة